واحدة من بين أربع نساء أردنيات مطلقات خلال عام 2015 لم تتجاوز مدة زواجها سنة واحدة على الأكثر ما يشير إلى خلل في أسس تكوين الأسرة القائمة على الرضا والتفاهم بين الزوجين جاء ذلك في التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن دائرة قاضي القضاء لعام 2015 حول عدد حالة طلاقي في الأردن نتابع هذا التقرير 2270 واقعة طلاق هو إجمالي حالات الطلاق التراكمي من حالات زواج عام 2015 والذي جاء في التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن دائرة قاضي القضاء في المملكة هذا التقرير بيّن أن إجمالية حالات الطلاق التي أوقعت من عقود زواج عام 2015 والخاص بالزوجة والتي تم تسجيلها لدى المحاكم الشرعية بمختلف المحافظات بلغت 5599 واقعة طلاق 64.2% منها لزوجات أعمارهن أقل من 25 عاماً ومن بينهم 494 قاصرة شكلنا ما نسبته 8.18% نسبة إجمالية حالات الطلاق التي تمت من خلال المحاكم الشرعية والخاص بالزوجة من إجمالية حالات الزواج خلال عام 2015 احتل به الطلاق البائن بينون صغرى قبل الدخول أعلى مرتبة بتسجيل 3790 حالة طلاق فيما سجلت حالات الطلاق البائن بينون كبرى أقل نسبة من حيث أنواع الطلاق المبينة بتسجيله 83 حالة وبالحديث عن ذات الحالات بحسب الفئات العمرية ودرجة التحصيل العلمي بالنسبة لهؤلاء النساء فقد استحوذت الفئة العمرية ما بين 21 إلى 25 عاماً على أعلى نسبة بتسجيلها 2020 حالة طلاق فيما كانت الفئة العمرية الأقل تسجيلاً لحالات الطلاق خلال عام 2015 هي الفئة العمرية الأكبر من 40 عام إذن مسألة بحاجة إلى مزيد من الجهد من قبل مؤسسات التوعية والإرشاد الأسري وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة لتوعية الأسرة الأردنية بمكوناتها المختلفة حول قضية الطلاق والتي أخذت تتفاقم لتشكل نسباً وأرقاماً على حيز الدراسات الوطنية اشتركوا في القناة